معنا من اربيل الخبير الامني والعسكري العقيد المتقاعد ربيع الجواري مرحبا بك معنا سيادة العقيد بداية كيف تنظر الى سير المعارق وتقدمها في الموصل وفي غرب الموصل مع احتدام هذه المعارق وقرب نهايتها في ذات الوقت حقيقة وثرة التقدم في المنطقة القديمة هي وثيرة بطيئة ليست منذل السابقتها بالجانب الايسر لأجواب كثيرة الطبيعة الجواربية للمنطقة القديمة حالة دون التقدم السريع الى هذه المنطقة والجميع من هذه المنطقة الى هذه المنطقة لا تسمح لدخول الحجلات المدرعة والعاليات ولذلك القتال يجب ان يكون من قبل القوات المدرعة بصورة جيدة وكفوها ولذلك التقدم في هذه المنطقة هو بشكل بطيئ وليس المستوى اللي كانت تقدم فيه في الجانب جيدة للمدينة الموصل ومع هذا هو التقدم الجيد ولكن هناك خسار كبيرة في رواح المدنيين في المنطقة القديمة وخاصة في المنطقة الزنجيلي وتذلك حيشها وراش الكور وإشقانة ومناطق أخرى وهي قريبا جدا من الجامع النوري اللي فيها مأدرة الحذاء نعم ماذا بعد تحرير الموصل؟ يعني الموصل اليوم وإن تمر بخطوات متلاحقة وأيضا الموصل القديمة لها حيثيتها كما ذكرت من حيث صعوبة التحرير ووجود كثافة سكانية من المدنيين ولكن ستنتهي بالنهاية المرحلة القادمة كيف تنظر إليها؟ إعادة الإعمار إعادة النازحين الذين خرجوا من الموصل إلى بيوتهم ما المرتقب اليوم للمرحلة التي تلي تحرير مدينة الموصل من تنظيم داعش؟ حقيقة هناك خوف وتوجه من قبل الجامع حول المرحلة التي تحرير تنظيم داعش في مدينة الموصل لماذا؟ هناك مثل ما تعرفون من مدينة الموصل هناك أجلات معينة من قبل الأحجاب معينة تريد أن تنظر فتواتها على هذه المدينة وكذلك هناك خشية كبيرة من عدم عودة النازحين إلى ديارهم وهناك خوف كبير من البعض لا يكون هناك تغيير ديمغرافي لمدينة الموصل وهي تهجير قتل من سكانها العصويين والإتيار من سكان من مدينة مختلفة معينة ولذلك اليوم سأكتفي بهذا القدر معك يبدو أن الصوت غير واضح من المصدر أعتذر على المقاطعة العقيد المتقاعد ربيع الجواري الخبير الأمني والعسكري متحدثا إلينا مباشرة عبر الهاتف من أربيل ترجمة نانسي قنقر